السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا سيد محمد الحمد لله اخويا حافظك الله ورعك اعزك الله اخويا محمد باقي مريد باقي مريد استطيب كريبان ما كان اجل ليلا نهار اخويا محمد طول عندك هذا المرض طولت طيب كريبان عامين دابت قريبا وانا شاد الحراش اخويا محمد اشنا ما الوصف اللي قال لك لأطيب با اش خيص اللي قال لك لأطيب با قلوا يا صدمة امراض نفسية لا يلا هيلالله لا يلا هيلالله وانت سي محمد كتعتبر ان اللي وقع لك فعلا صدمة نفسية ولا شي حاجة اخرى ما عرف تشفت انت ذك ذاتك ذاتك انت وغت تحس بها اكتر من غيرك منني احد السيدة عندي القايتة كتخونني سافي منتمايا مرت كتنا سكن عايش في الدار بيد وسكن في الدار بدو خدامب انا راسي داع مقاعد كان خدمه ولو ليلا هيلالله قايتة السيدة كتخونني سافي اتضامت منتمايا مرت شديد الحراش اي احو الله ولو اطولتي اليبي اي سام ذا راس دير معدبني اوزا ف و سي محمد ربما هات الصورة الدهنية اللي عندك دي الخيانة هي بقى بقى مصورة في الدهن ديالك وكتعدبك دك الشرق عليه السي طيب قريبا وليكن نشوفه يوميا كل داقي طوف كل تانية مبغاش حيد لي من البال ديالك واشتي بعينك أخويا ولا غير حدتك الناس؟ شت بعيني السي طيب قريبا واشتي غير مراكة تكلم مع راجل ولا شتي فعلا علاقة؟ قتشت علاقة السي طيب قريبا وينباد ليا مات تلعاق بلدرق أنسوول عليه توجد لي واحد السي طيب قريبان بلك ليبش هادرا مكت أنا دعيتهم لا السي طيب قريبان عودت صدام تاني مرت لا حول ولا قوة إلا بالله وما عنديش السي طيب قريبان باش بتشري الدواد بات قادة ليد وما زال مني كان شعب الدواكن غيش شويق لا الهيلا الله بلب منك دعاء السي طيب قريبا شافيك اخي محمد الله شافيك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سي محمد من اسفي طلق الزوجة دياله. وربما دي المرة التالية كي تصل بنا في الهاتف وكيحكي لنا على التفاصيل ديال الواقعة ولكن كل مرة كي دي كلنا واحد الخيط من الخيوط. اليوم اذكر لنا الخيط الاساسي اللي كي عدبه. كنا كنظنه ربما عنده اوهام. وربما عنده سحر. وربما الطبيب قل لها صدمة نفسية. وربما ده والتشخيص صائب. كونه انه اه رجل كي اكتشف خيانة زوجية من الزوجة دياله. ماشي سهلة. هذه واحدة زلزال. زلزال عاطفي وقلبي ونفسي مدهل ومخيف. لكن اللي بريد نقول السي محمد ارى اه 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 ماشي دائما الخيانة اه تكون صادقة. هلاش لان لان اه فعلا في اهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. جو رجال كيتشكاو. كيتشكاو من الخيانة الزوجية. واحد الرجل كان دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد مع الصحابة. دخلوا هالسيف وكله يتقاطر بالعرق. ويقول له يا رسول الله. اه الرجل يجد مع زوجته الرجل. افيقتله فتقتلونه. ام كتر حد. والعرق يتصبب من جمينه. يا رسول الله. اه الرجل يجد مع زوجته الرجل. افيقتله فتقتلونه. ام ماذا يصنع. بغي يستفسر لانه بغي يقتل. شاف مراته. لك شلو قال لها. بغي يقتل. وجه بغي ياخد الحكم. حتى لا قتل الله. غد يقول له قتله تلتايا. لان نفس من نفس. فالنبي الكريم شدراسو مع رسي قل له. وفي لحظة قال لعل هذا غضب لعل كذا الرجل دكيهيج. يتمزل الآية القرآنية. والذين يرمون ازواجهم. ولم يكن لهم شهاداء الا انفسهم. فالشهادة احدهم اربع شهادة بالله. انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله علم كاذبين. ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع الشهادة بالله. انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليه ان كن صادقين. هذه كتما ايات الملعنة. سبب النزول ديالها. لان صعيب اننا نصدق الرجل ونكذب المرأة. الى سولنا المرأة ربما قد تقول كلام. تقول ربما انا لم افعل شيء. انا بريئة. انا بريئة من هذا الامر كله. والرجل قل للى ديالتي. من نصدق. ما عندهم شهود. لا شهودة لهم الا انفسهم. في هذا الحالة رب دلنا ما يسمى بآيات الملعنة. تتقابل مرأة مع الرجل. والرجل يقسم اربع شهادة بالله. انه لم نصدق. والله اني صادق. والله اني سأربع مرات. والمرأة اه كتكتكتكتكتكتك تحلفتها اربعات الحلفات. والخامسة ان غضب الله عليه ان كن من الكاذبين. فدلوا الملعنة عنا. تمليج هذا الرجل بدك يقول القسم ديالو قالوا اربعات المرات قالوا بقوة وقالوا بجرأة. اللولة والتانية والرابعة الخامسة بجرأة. لما جاءت المرأة وكان قومها حاضرون والعائلة بجموعة بدلت تقسم بانها مظلومة. المرة اللولة التانية التالتة الرابعة الخامسة قومها قلوا لها غجل بلنا العار. غجل بلنا العار ويتحلف الخامسة. فظهر بانها تتلكأ. ففهم النبي الكريم بانها فعلا تشل وقعت عب الصحب. انها كاذبة. فقال النبي الكريم قل لها قل لها لو لا كتاب من الله سبق. لكان لي معك شأن. ولكن قال انظروا الى الجنين. دك لولد لغة ولده. فقال لهم اذا كان هذا الجنين سليم فهو لشريك ابن سحماء. وان كان غير ذلك فهو ليس بابنه. فهو ابن غير شرعي. وفعلا لما المرأة حملات ووضعت نظروا الى الجنين. فقال النبي الكريم انظروا الى اذا كان سابغا الاليتين ادلج العينين فهو لبني فلان ماشي لزوجها. وفعل القوة بان الابن الخرج ماشي هو هدك. فتبتت الحج على المرأة. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لولا كتاب من الله سبق لكان لي معك شأن عظيم. هاتش وقع في عهد النبوة. فلا يمكن ان يصدم الانسان. عهد نبوة وقعتش كله. بل في عهد سيدنا عمر ابن الخطاب. وقع واحد الواقع هكذا. وكان لابد من الجلد. يلي ايتني باربع شهود. يلي انا الواحد اللي كان. هاتش وقعت قبل النبوة. في العهد الغابرة. سيدنا نوح عليه السلام. نبي الله. وسيدنا لوط عليه السلام. نبي الله. قال لك اه اه كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين. واضرب لهم مثلا لما ضرب الله الميتات عن النساء. قال كانت امرأة نوح وامرأة لوط. امرأة نوح وامرأة لوط. كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين. فخانتهما. وتقدر تكون لك المرأة بريئة. ربما اطلقت مع الرجل الغري من اجل الكلام. من اجل الحوار. ربما ككي عرفها ايام زمان قبل زواجها. وربما ولت بالسلع لها. وقال لا اشتقت اليك. واشتقت الايام الاخرى. ممكن يا ما كيوقع كتكون المرأة عفيفة. متزوجة. سليمة مع زوجها. وكيظهر فجأة واحد الشخص. كان ربما اخطبها من قبل. او كيقرأ معها من قبل. او كانتش علاقة بريئة بينهما من قبل. ثم ملكت جمعهم الفرصة. ربما قد يترددوا عليها. يسولها. يدخلها لها في الخط. فلما كيجي الرجل كي هي مظلومة. وهي متعبة. ولاخر حكم عليها. فكيوقع اللي يوقع مع الرجل. وكي اللي فعلا ربما قد يوسوس لها ابليس. كتقول رجلي دائما قلق. ودائما ضجر. ودائما انوية في صراع. فكيظهر واحد زميل لها في الدراسة. ولكن اخطبه من قبل. وقال لها شيء كلام رقيق. كلام عاطفي. ويستأنست به. هذا كله وارد. لكن الذي ينبغي ان يكون اه الى التبين وتحقق بانك الخيانة. لان الرجل ممكن ان يسمح لزوجته عن اي خطأ. اي خطأ ممكن يسمح. ويتجاوز الا الخيانة الزوجية. طبيعة خلق الله في الرجل الا لما عنده قلب. هذه طبيعة بانه يفارقها. لكن هذا لا يمنع اخي السي محمد. تبقى ذلك الصورة الدهنية راسخة في دهنك. الى متى تبقى راسخة في دهنك. تخلص منها. لابد ان تبدأ حياة جديدة. واش انتها كنت افضل من انبياء الله. سيدنا نوح عليه السلام. اللي اماراته خانته. و立تكنت افضل من سيدنا لوط. عليه السلام. اللي اماراته خانته. واربقى توعدهم. قلما اه 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 قدت من الغابرين. وقل يدخل النار مع الداخلين والعياد بالله. فا اه اه قد يكون ما وقع لك حقيقة خيانة وقد لا يكون خيانة. فلا ينبغي اهلك اتيت تعجل واللي غنطلب النقص لمحمد اه المرأة من اللي مشات الله يعاونها لا يسهل عليها طلقتها انتهى الامر اقصى عقوبة قتعطيها لهذا المرأة هي انك طلقتها فخليها تعيش حياتها مع اه اه العائلة دياله اللي يعاونها لا يسهل عليها انساها كأنها غير موجودة امحوها من ذاكرتك واذيك الصورة الدهنية اللي كتقول بانك اشفتها وتصدمتي هذيك الصدمة ازيلها ازيل لباش تزولها بارادة الله ربما كاللي كتبقى عندو مرسومة في الخيال مرسومة ما كتحيلش نهائيا ماذا اصنع هذك الدماغ ديالي غادي نشدو ونخليه يسجد لله سجودا طويلا وخاشعا احسن طريقة العناج ديال الدماغ لكي دروا راسو لان المخ كيخزر المعلومات الى كانت سلبية او كانت مؤنمة كيبقى مولها دائما في عذاب اليم كيقدر ياخد مشى عن الطبيب يعطيه المواهدئات وكييعطيه البشي نسي وعمره ما كينسا وكلك يمشي المخدرات والكلك يمشي للغبراء وكلك يمشي للسكر وعمره ما كينسا احسن طريقة بشي نسا هي السجود لله هذك الدماغ كل مقدرة انك توضع في الارض وتسجد لبارئك وخالقك وتقول يا ربي اغفر لي وتجاوز عني وشافني وعافني فان الدواء الذي ليس بعده دواء هو السجود الم يقل ربنا عز وجل اسجد واقترب اسجد واقترب سيد محمد الله شفيك الله يعافيك ويدويك اسأل الله تعالى المنان الحنان الذي هو على كل شيء قدير ان يتجلى عليك بالشفاء التام ويعطيك الصحة والعافية وان يحول حالك من حال الى احسن حال ويرزعك زوجة اخرى صالحة وان تبدأ حياة جديدة متجددة اللهم امين يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة